اذا احد اسباب يعني نزول المستوى او النتائج هو الاجهاد الشديد اللي بيتعرض له لعيبة نادي الزمالك في موسم غير طبيعي وغير اعتيادي تمام فنمرة واحد نادي الزمالك نمرة اتنين النادي الاهلي بعدين من حيث الاجهاد النادي الاهلي ايضا لعب كم من مبارات كبير جدا لكن غير اكثر من مدرب وجاب في النص التاني من يناير اكثر من 8 لعيبة وبالتالي النادي الاهلي اعتمد على لعيبة اكثر وغير في تشكيله اكثر من مرة ولعبته مش مجهدة زي لعيبة نادي الزمالك يعني احنا ما نشوف تشكيل هتلاقوا شريف اقرامي وقف فترة وهتلاقوا شناو وقف فترة وعلي لطفي وقف وهتلاقوا في السدبكات تغير اكثر من مرة الباك رايت تغير اكثر من مرة الباك ليفت تغير اكثر من مرة علي معلول قاعد فترة مصاب عندك في نص الملعب تغير اكثر من مرة حتى المهاجمين تغيروا اكثر من مرة وبالتالي نادي الزمالك هو الفريق الوحيد تقريبا اللي 15 لعيب بيلعبوا لغاية دلوقتي وبالتالي هل سوء النتائج هو بسبب ان لعيبة الزمالك وحشة او لعيبة الزمالك مش على قدر المسئولية لا مش صحيح لعيبة الزمالك في مستوى بدني وانا بكلم معاكم من منطلق كلام انا بعرفه وعرفه وبسمعه اجهاد غير طبيعي للعيبة نادي الزمالك ويمكن مثلا واحد منهم زي حمد النجاز حمد النجاز لعيب مؤثر جدا على المستوى الهجومي ما عندوش امكانيات دفاعية كبيرة لكن هو لعيب مؤثر جدا على المستوى الهجومي باخر تلت مطشاط مستوى البدني قليل جدا وبالتالي اثر على مستوى في الملعب وهو نفسه بيعترف بدا بسبب الاجهاد البدا كمان عدم الاعتماد على اكثر من اللاعب مهم جدا في الفرقة زي ايمن حفني زي احمد مدبولي زي محمد عنطر زي محمد ابراهيم في فترة من الفترات زي بهاء مجدي في فترة من الفترات زي محمد عبد السلام زي محمد عبد الغني زي فيه زي اوباما والاعتماد بصورة دائمة على اوباما نفسه كان طلب في وقت من الاوقات انه يستريح لانه مجهد بدنيا ولكن هناك اصرار من مستر جروس على ان هما يكمل بهذه المجموعة رئيس نادي الزمالك قد ينتقد مستر جروس من منطلق مسئولياته هو رجل رئيس نادي الزمالك وبيتحمل المسئولية امام الجماهير لكن هل رئيس نادي الزمالك رغم انتقاده واكتر من مرة عايز يمشي جروس؟ ده مش حقيقي طيب انا ما باجي انطقت مستر جروس في البرنامج او انطقته حتى على الفيسبوك عندي هل ده معناه ان انا عايز اقول لرئيس نادي الزمالك مشي مستر جروس؟ لا مش حقيقي الجهاز الفني مكمل حتى نهاية الموسم حتى نهاية الموسم قد يكون هناك تجديد قد يرى مستر جروس انه يرحل لنادي اخر وقد يكون اهل جدة الله اعلم قد يبقى قد يتم تغيير الله اعلم وده بيبقى على حسب نتائج الفرقة وقدرة هذا الرجل على احراز البطولات على احراز البطولات وبالتالي الحديث عن التجديد او عدم التجديد دلوقتي سابق الاقوانه لان كل شيء بيتغير مع تغير الوقت ومع تغير النتائج وقدرة هذا الرجل على انه يحرز بطولة او لا لان ناتزة مالك واجمون ناتزة مالك لن يقبل الا ببطولة على الاقل قد يكون الطموح اكتر من كده لكن على الاقل يكون في بطولة لنادي الزمالك والعودة مرة اخرى للمشاركة في البطولة الافريقية الاندية ابطال الدوري المؤهلة لكأس العالم للاندية وبالتالي انا عايز اقول انا مش هتكلم كتير عندنا حاجات كتير ممكن نقولها لكن عندنا مطش بعد خمس ايام وهو مطش مهم جدا 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 مع النجم السحلي وهي مباراة بتوصل نادي الزمالك للمباراة النهائية للكونفدرالية كسب المباراة الاولى واحد صفر قد يكون النتيجة في بعض لبعض الزمالكوية غير مرضية لكن لازم نعرف يا جماعة ان المطشاط التقيلة في الدور قبل النهائي في البطولة الافريقية الطبيعي والمنطقي ان تكون نتيجة قريبة يعني ما تيجي تكلم على الوداد في الدور قبل النهائي اللي بطولة افريقيا اللي انديه ابطال الدوري كسب سانداونز على ارضه 2-1 حتى النادي الاهلي بعد ما هزم 5-0 من سانداونز كسب هنا 1-0 اي نعم النادي الاهلي كان له هدف صحيح لم يحتسب وقد تصبح نتيجة 2-0 لكن في النهاية المباراة انتهت بهدف للا شيء النادي الاهلي تعالوا نشوف الترجي الترجي اللي عمل مباراة اكثر من رائعة وبطولة اكثر من رائعة الموسم الماضي واستطاع انه يعود هزمته من نادي الاهلي 3-1 اللي فوس 3-0 على ارضه النهاردة كسب الدور قبل النهائي كسب ما زمبي 1-0 ورايح يلعب في الكنغو امام ما زمبي وما ادراك امام ما زمبي وبالتالي كل النتائج الصفاقسي هو الفريق الوحيد اللي كسب 2-0 نهضة بركان يعني كل شيء وارد ماتش اللي فات نجم السحلي كان ممكن جدا المباراة تنتهي 1-1 وكانت هتكون نتيجة صعبة جدا على ناتي الزمالك تخيلوا يا جماعة نتيجة 1-1 ده معناها ايه ونتيجة 1-0 النهاردة الزمالك لو جاب جون هناك هيبقى مطالب النجم السحلي ان يحرص 3 اهداف هيبقى مطالب النجم السحلي ان يحرص 3 اهداف طيب كل ده كل ده وانت عندك نقص عددي لا يتكلم فيه الاعلام عندك واحد من افضل نجوم الدوري العام المصري فرجاني ساسي غايب بسبب الاصابة وده لعيب مهم جدا ولعيب مؤسر جدا ولعيب صعب تعويضه بيربط بين الوسط والدفاع فرجاني ساسي عندك لعيب مهم جدا 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 غايب بقاله موسم ما لعيبش غير 3 اهربع مطشاط كان جروس مش مقتنع فيه في البداية لعب 3 اهربع مطشاط اتعور وده رجعلك السنة الجاية وهو مصطفى فتحي لعيب مؤسر جدا جدا جدا